مفاوض المصري اتفق تختلف مع مرحوم محمد أنور السادات لكن عمر ما إسرائيل اعترفت بأن ليها حدود معرفش حد قالك القلام ده قبل كده ولا لأ التاريخ الإسرائيلي الأدبيات الإسرائيلية التلمود لا يرى إن إسرائيل هي حدود يعني عمرهم قالوا حدود سيبك من المقولة الشهيرة بتاعت من النيل إلى الفراط إسرائيل عملياً زهني الأدبياء الوجدان الإسرائيلي لا يعترف بوجود حدود خد بالك لأول مرة يبقى لهم حدود يمضي ويختم ويبصم عليها لا يحدودوا مع مصر وهنا بقى دي كانت فعلاً شطرة المفاوض المصري إسرائيل ترفض إنه يتحط لها حدود لأنها دولة قيمة على فكرة التوسع مش التوسع الاستيطاني التوسع في الأرض كل شوية عايزة وسع أكبر الدولة لازم تفضل تكبر تنمو الدولة عندهم ما هياش حالة استاتيكية سبتة لا الدولة عنده ديناميكية وده شيء غريب جداً ده مش موجود في العلوم السيسي مش حاجة اسمها كده دولة يعني دولة لها حدود خرجت عن حدودها أصبحت محتلة إسرائيل لأ إسرائيل بتتحرك تنمو تتضخم تتزايد فأنت الأول مرة في تاريخهم كله من ساعة مقالوا نفسنا نبقى من ساعة مخترعوا قصة شعب الله المختار هو مالوش حدود فأنت عملت له حدود المفاوض المصري فهنوصل لده بس علشان نوصل لده بقى ده محتاج مننا مجهود كبير جداً مش احنا بس كمصريين احنا بقى محتاجين مجهود متعلق بإرادة عربية مجتمع متعلق بمسألة إنه فليترك التفاوض أو جانب ضخم جداً من التفاوض للجانب المصري لأنه الكل يعلم إن المفاوض المصري هو صاحب الخبرة الأكبر والأعمق والأكثر تأثيراً على الجانب الإسرائيلي وبطبيعة الحال وبطبيعة الحال هو المفاوض الأكثر فهماً للجانب الفلسطيني طيب عشان هو المفاوض الأكثر فهماً للجانب الفلسطيني بقى لازم بنشتغل كمان على وحدة الصف الفلسطيني بكامله الاربعتاشر فصيل فلسطين يعني فلسطين مش فلسطين حماس فلسطين الجهاد فلسطين الجبهة فلسطين فتح نهينا عن انه فتح 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 يعني احنا فتح حتى فيها خلافات حتى فتح فيها خلافات حتى حماس فيها خلافات لا لا انا عايز صف الفلسطيني واحد لما عارف انت كده الجملة شيئة لما حب اكلم شعب مصر اكلم مين هي نفس المسألة أكلم فلسطين مين أو بتكلم مع إسرائيل للأسف دايما عارفين إحنا هنكلم مين فلان زي ما يطلع بقى مرة يطلع ربيين مرة يطلع نتنياهو مرة يطلع إيهود باراك مرة يطلع منحن بيجن إحنا عارفين كل مرة بنكلم مين هنا عندنا مشكلة هنا عندنا مشكلة وأنا أعلم أن أنا كلامي ليس ثقيلا على الفلسطينيين على الإطلاق ليس ثقيلا يعني حجم علاقتي التاريخية بالفلسطينيين تسمح بذلك لإحنا لازم نحل مشاكلنا لازم نحل مشاكلنا الفتحوية لازم نحل مشاكلنا الفصائلية أنا عندي مشكلتين في فلسطين